مجاهد من رأس الخيمة يقول إذا شخص مثلا وصله حديث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ونشره فتبين فيما بعد له بأن هذا الحديث موضوع مثلا ثم أرسل رسالة يعتذر هل عليه شيء؟ مجاهد بارك الله فيك أولا يجب على كل مسلم أن يتثبت وأن يتبين من القصص التي تصله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من الأحاديث التي تنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي تجمع الغث والسمين والحق والباطل والصح والخطأ والنافع والضار ولذلك الإنسان المسلم مطالب بأنه يكون عنده تؤده ويكون عنده حلم ويكون عنده تروي ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولذلك هذه مسألة الجواب فيها ليس لك يا مجاهد وإنما لكل من يشاهدني على أنه إذا وصلتك رسالة وهذه الرسالة ما تعلم صحة الحديث مثلا تريث ممكن تسأل ممكن تبحث تتواصل مع طلاب العلم حتى تصل إلى قناعة بأن هذا الحديث صحيح لماذا لأن هذه الرسالة التي وصلتك ما دمت لم ترسلها فأنت تملكها وأنت مسيطر عليها وممكن تحذفها فإذا نشرتها الأصل أصبحت هي التي تملك وستترتب عليك آثار هذا النشر سيترتب عليك آثار هذا النشر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار قل عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري هذا الأمر الأول الأمر الثاني أخي الفاضل بالنسبة لي الإنسان إذا تعجل وأرسل هذه الرسالة ثم تبين له بعد ذلك بأن هذا الحديث موضوع يجب علي أن يكفر عن قطيئته وعن ذنبه وذلك بأن يرسل تحذيرا لكل من أرسل إليه ويبين لهم بأن هذا الحديث مكذوب أو هذا الحديث ضعيف وأنا بريء إلى الله عز وجل من نشره وأبرأ إلى الله عز وجل من تبعاته لكل من نشر وتوصي هؤلاء بأن أيضا يخبر من نشر هذه الأحاديث هذه كفارة هذا الأمر ومدام أنك أخطأت ولم تقصد ونويت الخير أرجو الله تعالى أن يغفر لك لأن الله تعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولكن مستقبلا اجعل هذا السلوك بالنسبة لك أي رسالة تأتيك فيها حديث احذر حاول أن تتثبت إلا إذا أهتتك من طالب علم أو أهتتك من شيخ وخرج هذا الحديث قال لك أخرجه البخاري أخرجه مسلم وأن تثق بهذا الشخص نعم لا بأس بذلك لأن المصدر هو طالب علم الذي سترجع إليه سترجع إليه لكن اجعل هذا سلوك واجعل هذا منهج وطريقة لك وكل من يشاهدني يجعلون هذه طريق لا يتعجلون والله يا أخواني تأتيني من الرسائل التي يشيب لها الرأس كلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويروجونها مساكين بنية طيبة يقول الله نحن نريد الخير نحن نريد الأجر ما يدرون أن فيها السم الناقع فيها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب على الله ولذلك الإنسان يتريث لا يستعجل اللي ما يجي اليوم يجي بكرة يعني الرسالة الآن إذا مثلا تظرت ساعتين ثلاثة يوم وقلت أنشرها بكرة مثلا يضرك ما يضرك وأجرك مكتوب تتثبت واعتقد الآن مع وجود هذه التقنات وجود هذه المواقع محركات البحث الآن مواقع المشايخ بإمكان الوصول إليها والاتصال بالمشايخ يقول لك هذا حديث صحيح أو حديث موضوع وبهذا التطمين بارك الله في الجميع